السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاب الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات البس المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم تشرح مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الرابع الابتدائي النهاردة ان شاء الله هناخد آخر درسين في المحور الرابع يعني ان شاء الله النهاردة هنخلص المنهج وبإذن الله الحصة الجاية بإذن الله هنبقى ناخد مراجعة على المحور التالت لوحده ومراجعة على المحور الرابع لوحده النهاردة ان شاء الله هناخد آخر درسين في المحور الرابع المحور الرابع كان اسمه مشروعات برمجية كان بيديك مجموعة من البرامج اللي بتساعدك لو انت عايز تعمل بروجيكت أو مشروع درس النهاردة أو في جلسة النهاردة هناخد الدرسين السابع والتامن بيكلموك عن مجموعة من البرامج اللي بتساعدك لو انت عايز تعمل مشروع تمام؟ بتساعدك ان انت تتدزاين صورة ان انت تنشئ عرض انوا شايفين العرض اللي انا بعرض لكو في المادة بتاعكو او او الجلسة بتاعتنا دي انا بعرض لكو المادة التعليمية اللي انا بعرضها لك عاملها لك باستخدام حاجة اسمها عاملة عرض تقديمي باستخدام الباور بوينت يعني الشغل بتاعي اللي انا بعرضه لك وانا بشرح لك منه ده باستخدام حاجة اسمها العرض التقديمي اللي هو البرنامج الباور بوينت تمام? فاحنا هناخد النهاردة في الدرس السابع حاجة اسمها فن الجرافيك او الجرافيك ارض تمام? وفي الدرس الثامن انشاء عرض تقديمي. دي برضه من الحاجات هناخد مجموعة من البرامج اللي بتساعدك ان انت لو انت عايز تعمل مشروع البرامج دي بتساعدك في عمل او انجاز المشروع بتاع تمام كده? طيب تعالوا نشوف الدرس السابع هناخد مجموعة من البرامج اللي هي الخاصة بفن الجرافيك او برامج الجرافيك اللي هي الرسومات كلمة جرافيك معلها الرسومات تمام كده? طيب هناخد بعض البرامج اللي بتساعدك ان انت ترسم صورة او تعمل تحرير لصورة وهنشوف ايه الفرق ما بين رسم صورة وتحرير صورة وطبعا هو فيه برامج كتيرة جدا حتى معنا على الموبايل برامج وانتو بتستخدموها آآ تمام? آآ 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 اسهل برنامج بيعرفك آآ بدايات التعامل مع الجرافيك او الرسومات او التصميم اللي هو برنامج ايه اللي احنا هناخده النهاردة اللي هو برنامج الرسام او اسمه مايكروسوفت بينت عشان هو تبع شركة مايكروسوفت تمام؟ البرنامج ده بيساعدك في حاجتين ان انت تبتكر صورة ترسم صورة اي صورة انت عايز ترسمها انت مثلا بتعمل مشروع وعايز تحط بعض الصور وانت اللي ترسمها وتلونها تمام كده برنامج الرسام من البرامج اللي بتساعدك في الجرافيك او في الرسومات تمام؟ فبيساعدك ان انت ترسم طيب افرد ان انت جبت صورة من على الانترنت وعايز تحطها في البروجيكت بتاعك وعايز تعمل لها تحرير يعني ايه تحرير؟ يعني تعمل ايدت للصورة كلمة ايدت معناها مثلا تعديل في الصورة تضيف لها حاجة تشيل منها حاجة تمام كده؟ يبقى برنامج الرسام بيساعدك في ان انت تعمل الحاجتين دول ان انت ترسم صورة او تعمل تحرير للصورة وده اعمل البرامج اللي بتستخدم على جهاز الكمبيوتر او اللابتوم طيب عشان اشغل البرنامج بصي كده عشان تشغل البرنامج اول ما بتفتح الجهاز بتاعك بيديك الشاشة اللي هي الانترفيز بتاعت الويندوز وبيديك شريط من تحت خالص كده الشريط ده تمام؟ هو اسمه بتقدر من خلال الشريط ده ان انت تفتح برنامج الرسام بطريقتين الطريقة الاولانية انتوا شايفين اللي هو الشكل ده الشكل ده اللي هو اسمه النوافذ زيلي هي شكل النافذة او الشباك الشكل ده كده او الايكونة دي اسمها ستارت يعني بداية قيمة ستارت تمام؟ انت بتضغط عليها بيديك برامج كده كتير فيها باختار منها امر اسمه ومن الاجسيسيريز لان برنامج الرسام بيبقى محطوط ضمن البرامج الاجسيسيريز الاجسيسيريز دي يعني ايه؟ برامج مش اساسية يعني برامج لو مش موجودة الجهاز هتعرف تشتغل اكسيسيريز يعني حاجات بتحب تستخدمها اه على حسب حاجتك يا عايز ترسم هتستخدم تمام؟ فانا بضغط على قيمة ستارت دي هيتفتح اختار امر اسم اكسيسيريز ومنها بنت او الطريقة التانية احنا طبعا كلنا لما بنيجي نفتح اللابتوب بتاعنا او البيسي بتاعنا او البرنامج الجهاز بتاعنا بيديني التاسك بار اللي تحت ده وبيديني فيه هنا حاجة اسمها سورشنج بار بتيجي تقوم كاتب فيه كلمة بنت تمام؟ زي ما هوريك دلوقتي تعالوا نشوف كده طيب برنامج الرسام بيساعدك في ان انت تعمل حاجات كتير او زي ما انا عملها ووريك كده ان انت تعبي لون لو انت مثلا رسم رسمة وعايز تحط فيها لون او عندك صورة وعايز تغير اللون بتاعها من خلال الاداة بتاعت الباكت او الجردل دي بيساعدك ان انت تتحدد جزء معين من الصورة يعني انا مثلا عندي صورة وعايز احدد جزء معين منها عشان اغير اللون بتاعه او اكبره او اصغره في جزء او اداء اسمها سيلكت ادات التحديد بتساعدك في ان انت تتحدد جزء معين من الصورة برنامج الرسام بيساعدك في اضافة نص على الصورة انت رسمت صورة وعايز تكتب عليها كلمة عايز مثلا انا رسمة مثلا الحيوان معين وعايز اكتب على الحيوان ده اسمه تمام يساعدك في ان انت تضيف على الصورة اللي ازا رسمتها او الصورة اللي انت جايبها تضيف عليها نص يعني تحط كلام تمام بيساعدك كمان ان انت تنسخ جزء من الصورة في صورة جزء منها عجبني وعايز اقصه وانسخه وحطه في حتة تانية تمام بالأدوات الأدوات اللي انا موريها لك دي اداة كوبي اداة النسخ طب لو في صورة عندك في برط منها وجزء منها انت مش عايزه. فبتعمل له قط بتقصه. تمام? والكوبي والكط اللي اتنين معهم بيستي. يعني لازق. ما انا هقص جزء من الصورة علشان اوديف حتة تانية او هنسخ جزء من الصورة عشان اوديف حتة تانية. يبقى كوبي وكط معهم بيستي. يعني لازق. تمام? ممكن كمان من خلال برنامج البنت او الرسام ان انت تغير حجم الصورة واتجاهها. يعني الصورة مثلا صغيرة عايز تعمل لها ريصايز. سواء به الزوم اين والزوم قوت? يعني تكبرها او تصغرها. بتعمل لها حاجة اسمها ريتيت. يعني اي ريتيت? يعني بتغير اتجاهها. يعني مثلا الصورة بيبص الفوق تخليها لتحت او بيبص يمين تخليها ببص شمال والعكس. طب تعالوا كده نشوف انا بفتح البرنامج ازاي? بفتح البرنامج زي ما انتو شايفين كده. انا هبدأ هضغط على ستارد. هبدأ اضغط على برنامج مايكروسوفت بينت. تمام? وهاجي اضغط على عندك طبعا ايديك الشاشة بتاعتك. الشاشة بتاعتك. فهتبدأ تكتب. هتبدأ تدور على برنامج الرسام بتاعك. انا ممكن برضو هنا كده. اكتب هنا كده البينت اسمه. فهو هيبدأ يدور على البرنامج. لا اه لا اه ما لا اهوش. هبدأ انا ايه برضو ادور على البرنامج عندي. يعني انت بتستخدم البحث عندك. زي ما انت كده شايف بتفتح. والمفروض طبعا ان انت لما بتفتحه. وبتكتب كلمة بينت. يبدأ يفتح لك برنامج الرسام لو هو عندك. تمام? انا هبدأ اكتب البينت. ثاني. واقول له دور لي على جهاز الكمبيوتر. هيبدأ يدور. هو طبعا زي ما انتوا شايفين كده المفروض هيديني قائمة ستارت هنا كده. قائمة ستارت دي هي اللي بتساعدك في ايه? في ان انت لمجرد ان انت ما تكتب فيها كلمة بينت الرسام. بيبدأ هو ايه? يبدأ يخش عليها ويبدأ يجيب لك البرنامج. فبتبدأ تدخل انت على البرنامج. وبتبدأ تا 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 تستخدمه. زي ما احنا قلنا بقى ترسم صورة. تضيف لصورة. اا اا تحرر صورة. تعمل جزء من الصورة. تقطع جزء من الصورة. تعمل ريسايز للصورة. زي ما احنا شفنا ايه? زي ما احنا شفنا الاجزاء اللي احنا شفناها على اا اا في اللي هي الفلاشة في الجزء ايه? الجزء اللي فات. اا المفروض الجهاز بتاعك لما يتفتح هيديك الشكل ده. يا اما تضغط من هنا. ادي قائمة. بصوا حتى انا لما وقفت عليها قال لي قائمة ستارت. فبديني قائمة اسمها ستارت. تمام? فببدأ اكتب هنا اختار من هنا بقى اكسيسوريز اللي انا هدور عليها. او انا مش لسه هدور. هاجي في الحتة دي كده هو بتاع السيرشنج بار دي. اكتب كلمة بنت بي اي 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 ان تي. تمام كده? هيبدأ يديني بقى ايه? هو طبعا ده الايكونة بتاعته اللي هي بتاعت باليتة الالوان. هضغط عليه. هيبدأ يتفتح زي ما انتم شايفين. ده برنامج البنت او الرسام. بيساعدك في حاجتين زي ما احنا قلنا. ان انت ترسم صورة او انت تلون صورة. او انت مش تلون ايه? او انت تعمل تحرير لصورة. تحرير يعني تعديل او اضافة. تمام كده? طيب. لو انت عايز مسلا ترسب في عندك مجموعة من الشيبس اهي? انا مسلا عايزة ارسم هبدأ ارسم مسلا الدايرة اللي انا عايز ارسمها وقبر وصغر فيها. تمام? دي بقى هنشوف الادوات اللي احنا قلنا ممكن نستخدمها. ماشي? طيب. احنا قلنا ممكن ايه? نستخدم الباكت ده. شوف حتى هو جي ايه? جي قال لك ايه? هو بيعمل ايه? لو جيت وقفت عليها بيديك ايه? المفهوم بتاع. طب انا اجي دغطت على الباكت وهاجي اختار اللون اللي انا عايزاه. وابدأ ايه? املى. يبقى انا كده مليت ايه? باللون اللي انا عايزاه. طب عايز ارسم رسمة تانية. بابدأ ارسم برضو الرسمة التانية. واختار برضو اللون اللي انا عايزة. املى بيه. واختار الباكت. وبعدين أبدأ أملة. تمام؟ طب ده كان كان الباكت اللي انت من خلاله ممكن زي ما انتوا شايفين بقى أنا ممكن أرسم بقى أي شكل أنا عايزه وعدل فيه بالطريقة اللي أنا عايزها زي ما انتا شايف كده ممكن أرسم شكل ميكي وهكذا. تمام؟ طيب ده كان اللي هو الجزء بتاع أن أنا ممكن أستخدم الرسام في أن أنا أرسم. ممكن أضيف كلمة آه بصوا كده آدي تيكست هاي. هضغط هنا كده واجه مثلا أبعد أضغط هنا كده واكتب بقى اللي أنا عايزه. أنا عايزة مثلا أكتب كلمة كات. مثلا طب الكلمة مش بين اللون بتاعها هحددها كده وقبرها وغير اللون بتاعها خليه اسود. تمام؟ وخليها تخينة وغير الحجم بتاعها تمام؟ وتختار بقى زي ما انت عايز. دي الكتابة اللي انت بتقدر من خلالها. دي برضو الأداء اللي انت بتقدر من خلالها ان انت ايه؟ ان ان انت تكتب. يعني انت في برنامج الرسام بيساعدك ان انت تكتب. بيساعدك ان انت تعمل ايدت للصورة. طيب أنا عايز دلوقتي أحدد جزء من الصورة. مش احنا فاكرين الأداء اللي أنا كنت حطها. أدي سيليكت. هاي. هضغط على سيليكت. هاجي مثلا أنا عايزة حدد الجزء ده. الجزء ده. ها ام حدد الجزء بتاع العين ده. مسلا. تمام؟ طيب قديني حددته. طب انا حددته ليه مسلا ممكن اغير لونه. مسلا ممكن اقصه. تعالوا نشوف ازاي نقصه. لو انا جيت بغط على كط. او تعالوا الاول نشوف ازاي نعمل له كوبي. وإيه الفرق بين كوبي وكط. لو انا جيت قلت انا عايزة نسخه. تمام؟ طيب هو كده تنسخ. بصوا كده لو انا جيت وقفت عليه. تمام؟ طيب هو كده ايه؟ انا دلوقت هو اتحدد وانا قلت كوبي. ولازم اقول ايه؟ بست. لا احنا كوبي لازم يليها بست. يعني ايه؟ الزق. طيب. اهو بص كده ايه؟ خد نسخة من الجزء اللي انا حددته وحطاه هنا. انا بقى ممكن انقلها في اي مكان تاني. طيب لو انا جيت حددت نفس جزء تاني. بس المرة دي مش هقول ايه؟ مش هقول كوبي. هقول قط. بصوا كده لو انا قلت قط. ايه ده؟ قط شاله لانه قصه. طيب لو انا قلت بست. ما هو هيلزقه بس هيلزقه في ايه؟ في المكان ده انا ممكن اخده وحطه بقى في اي حتة انا عايزها. تمام؟ طيب. لو انا عايز اعمل ريسايز. عايز اعمل ريسايز. ريسايز يعني ايه؟ اعادة حجم. تمام؟ فبتساعدك في ان انت ايه؟ تكبر وتصغر في حجم الصورة. وتكتب بقى طبعا الابعاد اللي انت عايز تعمل لها ريسايز هنا. تعايز ايه؟ الفيرتكل والهوريزينتر بتاعها قد ايه؟ الاداة دي بتعمل روتيت. بصي كده روتيت. روتيت يعني ايه؟ بتلفها يمين وشملت. طب هو هيعمل روتيت والريسايز لايه؟ لازم الاول احدد الصورة. تعالوا كده. اهو. قديني حددت الصورة هي اللي انا مسلا كنت رسميها. وتعالوا نجرب نعمل روتيت. روتيت هيلفها. طب بص يلفها بزوايا بقى. طب تعالوا ن نقول له ووريزينتر. خلي بصوا كده لو انا قلت له. آه بصوا شقلي بالصورة. بيخلي الرأس الرأس اللي فوق تحت واللي تحت فوق. تمام دي الوريزينتر. تعالوا نقول هوريزينتر. هوريزينتر بيجيب لي من شمال حتى بصوا كلمة كات بقت ايه؟ شكلها عامل ازاي؟ طب تعالوا نخليها تاني آه آه هوريزينتر. او نخليها او عدالها تاني. بس احنا كنا ايه آه لفينها. نخليها وهكذا. يبقى انت دلوقتي من خلال ادوات دي برضو الريزايز بت ايه بتغير الحجم زي ما احنا قلنا بتكبر وتصغر زي ما انت عايز. تمام? ناو انت عايز تكبرها او تصغرها زي ما انتوا شايفين كده اهو. انا بدأت دلوقتي ايه? اصغر الحجم بتاح اعمل لها عملية اسمها ريزايز. اصغرها او اكبرها. تمام? يبقى دي مجموعة من الادوات في برنامج الرسام اللي بتساعدك ان انت تعمل ديزاين لصورة زي ما انت عايز. تمام? لو انت بقى عندك صورة ممكن برضو بنقيمة فايل وتقول اوبين وتفتح صورة عندك وبعد ما تفتح الصورة بقى تعمل بنفس الحاجات اللي احنا قلناها. تقص منها جزء تغير فيها تغير لون حاجة معينا انت عايزها فيها وهكذا. يبقى ده برنامج الرسام من البرامج اللي بتساعدك في ان انت تعمل ديزاين لصور. تمام? كده يبقى دي من البرامج الجرافيك اللي بتساعدك في ان انت تعمل ايه صور. تمام? ودي الادوات اللي احنا قلنا ان انت ممكن تستخدمها في برنامج الرسام. ده الباكت وشوفنا بيستخدم في ان انا عبي بيلون. اداة السليكت بتساعدني ان انا حدد جزء من الصورة. عشان اعمل بي ايه الجزء ده? ممكن عشان اقصه او علشان انسخه. وديف حتة تانية. بتساعدني اداة السليكتشن برضو ان انا بحدد جزء من الصورة عشان الفه يمين او شمال او فوق او تحت. اه في عندي اداة اسمها الايه? اللي هي واخد حرف الايه? اداة التكست. اللي هي بتساعدك في ان انت تضيف نص الايه للصورة. يبقى ده كان برنامج ايه? الرسام. طيب. في برنامج تاني برضو اللي هو برنامج الورد. بس احنا كنا اخدنا قبل كده ان برنامج الورد من البرامج اللي بتساعدك في ان انت تكتب ريبورد تقرير. عايز تكتب ايه? كتابة. تمام? وتضيف صور ممكن والكلام ده. لا ده كمان بيساعدك. بيديك مجموعة من الادوات اللي بتساعدك في عملية التصميم. يعني انت مثلا عايز تصمم برضو. ممكن برنامج الورد بيساعدك في تصميم بعض الرسومات. تمام? طب ازاي برنامج الورد بيديك ادوات من قيمة ادراج. في عنده كده البرنامج زي ما هفتحه ووريك دلوقتي في امر اسمه انسرت او ادراج. ادراج يعني هضيف. طب انت هضيف ايه? عايزة اضيف اشكال. عايزة اضيف ايكونات. عايزة اضيف صورة. عايزة اضيف سمارت. يعني بيساعدك في ادراج حاجات بتساعدك في عملية التصميم. تمام كده? اهو. بيساعدك في اضافة اشكال. ايكونات. ايكونات. موديلز. انا نمزج سلاسية الابعاد. ثماتيك ايه? دروينج. اللي هي الرسوم التخطيطية. طب تعالوا كده نشوف ازاي ممكن برنامج الورد. يساعدني زي برنامج الرسام. في عملية الديزاين او التصميم. طيب. هنفتح البرنامج عادي. ان انت هتختار برضو اسم البرنامج من هنا كده. هتبدأ تضغط مثلا على. طبعا احنا قلنا الباور بوي. الورد. بيبقى واخد رمز الو. فانت هتبدأ تدور على. اهو. ده الورد ده. وهتقول ايه? يعني انت اقول ما تفتح الجهاز بتاعك هيتفتح الجهاز. تقوم ضغط على الايقونة قائمة استارت او الايقونة دي. وتقوم ضغط على كلمة وورد اللي هو واخد ايقونة رمز الدم. هيتفتح البرنامج زي ما انت شايف كده. تمام? طيب. هو ازاي بقى بيساعدك البرنامج الورد في ان انت تعمل تصميم. في عندي قائمة عنده. بصوا كده الشريط ده كده اللي فوق ده اسمه الشريط القوائم. موجود في كل البرامج. كل برامج المايكروسوفت بيبقى موجود في هالشريط اللي من فوق ده. ايه الهدف منه? بيبقى فيه بصوا كده زي ما انتوا شايفين? اوامر. كل كلمة منهم بضغط عليها بتديني مجموعة اوامر. الاوامر دي بتساعدني في ايه? بتساعدك في شغلك. شغلك انه الخاص بالبرنامج. طب احنا في برنامج الورد بتساعدني في ان انا اكتب وغير حجم خطه وغير الوان اهي دروينج الرسمي كمان اهو. يعني شوف كمان بيساعدني في الدزاين والدروينج الرسمي زي ما انت شايف. ومن قائمة insert كمان بيساعدني في ان انا اضيف shapes او icons تمام? او ان انا اضيف حاجة اسمها ورد ارض. يعني انتم مسلا تعالوا كده نكتب ايه? عايز اكتب كلمة معينة. اصمم كلمة معينة بشكل معين. تمام? هابدأ مسلا اختار الشكل اللي يعجبني مسلا وانا بصمم. مسلا كده اختار بقى مسلا الشكل ده. فبيقول لي اكتبي بقى الكلمة اللي انت عايزها. هنكتب مسلا ايه? وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية. والتعليم. تمام? طيب. ممكن بقى برضو تغير نوع الحجم الخط من هنا والحجم بتاعها من هنا. وزارة نفسي وتقول اوكي. تمام? بص جات لك بالشكل اللي انت اختارته. يبقى دي برضو اداية من الادوات اللي بتساعدك في عملية التصميم. تمام? طيب ايه تاني? تعالوا من قائمة insert نفتحها تاني. تعالوا نجيف shapes. shapes زي اللي احنا كنا بنضيفها في الرسام. ايه ده ده في الورد بيديني اه. يعني معنى كده ان انا ممكن اعمل design. تمام? اه لحاجة باستخدام برنامج الورد. هضيف بقى اي شي بانا عايزه زي ما انتم شايفين كده. اي شي بانت عايزه. تمام? اه 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 وابدأ ارسمه بص كده. انت ضغط عليه. وبعدين بتبدأ ترسمه اه معاك. وبتضغب بقى تسحب زي ما انت شايف كده. يبقى انا دلوقتي مثلا صممت الشكل ده ممكن اكتب كمان جوه. ودي طبعا حاجات بساعدك في تصبيت الشكل. انت عايزه من جوه فيه اه فيه اه 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 تعبئة لون ولا عايزه فاضي ولا عايزه بالشكل ده. الشكل اللي انت بتختاره هو ده اللي بي ايه? اللي بتم التطبيق عليه. تمام كده? انت كمان ممكن تخلي كمان الشكل ايه? على شكل سري دي. ايه ده? سري دي او يبقى الشكل بتاعه سري دي. تمام? انا مسلا قلت ايه? يا خليه مسلا بالشكل ده? تمام? يبقى خليته على شكل سري دي. وممكن اغير الالوان وممكن اغير الشكل نفسه وممكن اكتب عليه. طيب ده كده برضه في برنامج الورد. Bilicipتاله طب نشوف كده ممكن نعمل insert الاقيه تاني. تعالى كده لو قلت له انا عايزة انسيرت ايكونز. ايكونز اللي هو عبارة عن رمز صغير. يعني انت مثلا بتصمم للمدرسة مثلا اه للفصل مثلا عايز تصمم شعار اللي هي ليك انت والجروب بتاعك في الفصل. انت مثلا عامل جروب انت وصحابك وعايزين تعملو لكم مثلا شعار يسمى قسماكو جروبس كده مجموعات. وعايزين تقسمو لكم انتو اه 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 تعملو انتو ليكم شعار او لوجو بحيث ان يبقى اللوجو ده بتاع المجموعة دي او الفريق ده. تمام? اه بتبدأ اه دي كلها عبارة عن ايه? اشكال بتساعدك ان انت تعمل ايكونات. ايكونات اللي هي رمز. تعمل رمز مسلا. تمام? اه بتختار بقى الايكوناة اللي انت عايزها على حسب بقى ايه? اه الجروب بتاعك اللي انت هتعمله هو مسلا الهدف منه ايه? فانا مسلا هبدأ اختار الايكوناة. تمام? على حسب الحاجة اللي انا عايزها. هديك مسلا هنا شكل كده ووريك ممكن دي في ازايا الايكوناة. تمام? اي شكل من الاشكال دي. اه هناخد مسلا دي اكد ان دي مدرسة شعار للمدرسة. واقول ايه? هيبدأ ايه? اهو ضاف الايه اللوجو بتاعي. ممكن اقبره بقى وصغره على حسب ما انا عايز. تمام? يبقى ده برضو لوجو انا حطيته او ايكونا. برضو نفس الحكاية ممكن اغير في الشكل بتاعها. اهو زي ما انتم شايفين كده بصوا كلما اختار الشكل من الاشكال دي بيغير الرسمة بتاعتي بناء على الشكل بتاعي اللي انا عايزاه. تمام كده? يبقى ده برضو ايه? اه 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 حاجة من ضمن برنامج الورد اللي بتسمح لك باضافتها. اه ممكن كمان اضيف حاجة اسمها تشارد. لو انتم فاكرين الترم الاولاني كنا اخدنا حاجة اسمها الرسم البياني او اللي هو كنا عملنا عليه عدد الطلبة اللي بتحب جهاز الكمبيوتر والتابلت والكلام ده انا ممكن اعمل دي اه ممكن اضيف اه رسم بياني اه على حسب ما انا عايز اصمم رسم بياني وحطه زي ما انا عايز وحط المحتوى بتاعه انا عايز اكتب اه عدد الطلبة اللي بتحب اه الكمبيوتر وعدد الطلبة اللي بتحب اللابتوب وعدد الطلبة اللي بتحب الموبايل ويعمل ليهم رسم بياني زي ما انت شايفين كده واختار الشكل اللي انا عايزه وممكن بعد كده اقول له سري دي سري دي موديلز فممكن كمان ايه دي حاجة برضو من الحاجات اللي بيدها لك اه ده بص يمديك اشكال سلاسية الابعاد انا مثلا ايه ده انا عايز اعمل شكل سلاسي الابعاد على مثلا الجهاز الهضم بتاع الانسان ايه ده ده فيه كمان الجهاز الهضم فيه مكونات ده انا مثلا عايز اخد ايه الرقتين تعالوا ناخد الرقتين وانا مثلا بعمل حاجة خاصة بالرقتين تمام هو بدأ يحطيلي يبقى انا دلوقتي ممكن من خلال برنامج الورد اهو شوف كده ده بص كمان ايه بص كمان ايه ممكن كمان اهو زي ما انت شايف بص كمان مش انت ضيف شكل سري دي سري دي مودلز دي بتديك الشكل بتقدر تشوفه من جميع الابعاد يعني انا حطت مثلا هنا الرقتين فانا عايز احرك الرقتين انا حطه بشكل سري دي وبص كمان بيديك اشكال ليها على حسب الشكل اللي انت بتختاره يبقى برنامج الورد من قائمة انسيرت قائمة دي اسمها قائمة ده شريط القوائم ودي قوائم فيها مجموعة من الاوامر ممكن تضيف صورة ممكن تضيف ممكن تضيف ايكون ممكن تضيف سري دي مودلز تمام ممكن تحط زي ما احنا قلنا وشوفنا الاشكال يبقى برنامج الورد من البرامج اللي بتساعدك ان انت ايه تتعامل مع ايه مع فن جرافيك او ان انت تصمم اه اه برضو صورة او شكل زي وانت عايزت تمام طيب تعالوا كده نشوف مجموعة من الاسئلة الخاصة بالدرس تمام بيقول لك ايه اختار الايجابة الصحيحة نقط يتضمن اوامر لفتح الملفات وحفظها وميزات التحرير احنا زي ما انت شفت من شوي كان فيه شريط فوق كده الشريط ده اللي فيه مجموعة من الادوات اللي بتساعدك مثلا ان انت تفتح ملفه وتحفظه ان انت تعمل ايديت وهكذا الشريط ده اسم ايه شريط القوائم تمام كده طيب يمكنك نقرأ على قائمة نقط من شريط القوائم اه ده شريط القوائم ده فيه مجموعة من الاوامر فوق ايه الامر اللي هو كان في برنامج الورد اللي احنا ضغطنا عليه تمام قدرنا نحط منه ايكونات واشكال ها لسه كنا شايفينها الامر اسم ايه ادراج او انسورت او ادراج طيب يمكنك تعبئة اللون ده برنامج مين برنامج البنت انا عايز اعبي لون باستخدام ادات التجبير ولا تعبئة اللون ولا الفرشة ولا التنسيق انا عايز اعبي لون فاكرين ادات الجردل اللي هي المال دي اللي اسمها الايه ادات التعبئة اللون اللي هي اه رقم بي يبقى الاجابة الصحيحة بي تعالوا نشوف اه اسئلة اه اسئلة تانية نقط هو احد البرامج المشهورة المستخدمة في تحرير الصور طيب انا عندي بس ايه احد البرامج المشهورة في تحرير الصور تحرير الصور يعني ايه طب من انت لسه ايه لان ممكن استخدم الورد الورد باستخدمه ان انا صمم لكن مقدرش اعمل تحرير تمام لكن اللي بيساعدك في ان انت تحرر صورة يعني تزبط صورة برنامج الرسام يبقى المايكروسوفت بيساعدك في ان انت تحرر صورة يعني ايه تحرير صورة يعني تعدل يعني عندك صورة مثلا عايز تشيل منها جزء عايز تضف تحط لها لون عايز تحط لها تأثير تغمأ تفتح وهكذا دي اسمه التحرير تزبط في الصورة يا ده برنامج الرسام يتم استخدام قائمة نقط لفتح برنامج الرسام فاكرين لما انا فتحته من شوية وقلتلك في قائمة هنا او ايكونة هنا كده الايكونة دي هي اللي بتضغط عليها وبتختار منها امر اسمه اكسيسورز وبعدين بنت القائمة دي اسمها قائمة مين قائمة البدء او قائمة ايه استورت تمام طيب تعالوا نشوف السؤال كمان نقط يشبه الجزء العلوي من شاشة مايكروسوفت بنت اغلبية برامج مايكروسوفت اللي هي تبع شركة مايكروسوفت بتبقى حتى مجموعة من الاوامر مسميها كده شريط القوايم فوق زي ما احنا قلنا بيبقى في ايه بيبقى في الشريط اللي فوق ده مجموعة اوامر بتساعدك ايا مثلا لو خلصت وعايز تحفظ اه عايز تفتح ملف جديد اه تمام عايز اه تعمل تحرير وهكزا الاوامر دي بتبقى موجودة في 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 الرسام وفي الاكسل والباوربوينت في الجزء اللي فوق ده في البرامج دي كلها بيشبه بعض. في الجزء اللي فوق في برنامج الرسام بيشبه مايكروسوفت وورد بيشبه مايكروسوفت اكسل. يبقى الاجابة الصحيحة ايه? الف وبين. يحتوي برنامج الورد على العديد من هالخيارات. احنا دلوقت قلنا ان برنامج الورد ممكن يساعدك في ان انت تعمل تصميم. هتصمم عن طريق ان انت ممكن تحط اشكال وايكونات وشكل نمازج ثلاثية الابعاد زي ما وردتكم من شوية. يبقى الاجابة عندي هنا مين? تمام? الف وبين? ان انا نضيف ايكونات واشكال ونمازج ثلاثية الابعاد. نوع تاني من الاسئلة بقى اضع صح ايه? او خطأ. يتم استخدام اداة الفرشة عشان اعمل اكبر جزء من الصورة. يعني انا بستخدم الفرشة. اللي هي اداة الفرشة اللي هي بتاعت التلوين. علشان اكبر جزء من الصورة طبعا غلط. للتكبير احنا قلنا ايه? في عندي اداة اسمها. طيب. الجزء العلوي في برنامج الرسام يشبه الورد والاكسل? قلنا اه كنت لسه شرحينها من شوية. اه برامج مايكروسوفت فوق خالص الجزء العلوي من البرنامج لما بتفتح كل برنامج منهم بتلاقي الجزء العلوي اللي فوق ده بيتشابه مع البرامج مع مجموعة من البرومج. تمام? يبقى الاجابة صحيحة. احد عيوب برنامج الرسام هو انه لا يتضمن صدوق الادوات. طبعا زي ما انت شفت كان برنامج الرسام لما فتحته لك من شوية في صندوق كده فوق اسمه صندوق الادوات. صندوق الادوات ده بيساعدك في الرسم والتلوين. يبقى ده طبعا جميزة فيه مش عيوب. مش هو مش موجود فيه. لا ادهو موجود فيه. يبقى الاجابة خطيئة. يوفر صندوق الادوات جميع الادوات اللي تحتاجها في الرسم. طبعا صندوق الادوات. في مجموعة من الادوات اللي بتساعدك في الرسم والتلوين. يبقى الاجابة صحيحة. في برنامج الرسام يمكنك اضافة نص للصورة. يعني انا حطيت صورة وانتو شفتوا انا عملتها قدام. يعني انا رسمت صورة وعايز اكتب. ممكن اه اضيف نص للصورة. يتضمن شريط قائمة ادراج. كافة الادوات اللي بتحتاجها للرسم. ادراج بفيه ادوات بتحتاجها كافة الادوات التي تحتاجها لرسمك. طبعا انا دلوقتي ايه? اه 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 صندوق الادوات هو اللي بيحتوي على الادوات اللي بتساعدني في ايه? في اه اه الرسم. طمام كده? ده بيقصد ببرنامج ايه الرسم. يبقى الاجابة خاطئة. تمام كده? طيب. دلوقتي بقى هناخد برضو درس ممتع قوي اللي هو الدرس الثامن. الدرس الثامن اسمه انشاء عرض تقديم. زي العرض اللي انا عمله لك وعرضه به المحتوى بتاع درسنا النهاردة. انا عمل المحتوى ده باستخدام برنامج اسمه الباوربوينت. وزي ما انت شايف انا عرضه لك المحتوى بتاعي. اقدر احط لك في العرض بتاعي كلام. وقدر احط لك صور. وقدر احط لك حركة زي ما انت بتشوف كده. ايه ده ده في حركة بالتم. تمام? وقدر احط لك لينك. يعني انا ضغطت من شوية مسلا على كلمة. الكلمة دي فتحت لبرنامج الورد وفتحت لبرنامج الرسام. تمام? يبقى انا ممكن من خلال برنامج الباوربوينت. اعمل عرض اقدم فيه معلومة. تمام? المعلومة دي بقدمها بشكل ممتع. بقى احط كلام وبحط صور وبحط اصوات وبحط حركة. تمام? تعالوا نشوف ازاي بنستخدم برنامج الباوربوينت في اه في انت تعمل عرض وتقدم فيه معلومة. برنامج العروض التقديمية اللي هو مايكروسوفت باوربوينت. طبعا اه مايكروسوفت ده تبع شركة مين? الباوربوينت ده بتابع شركة مايكروسوفت. ده اللوجو بتاع او الايكونة بتاعت البرنامج. تمام? بنستخدم اه برنامج العروض التقديمية لتصميم عروض تقديمية تتضمن نصوص وحركة زي ما احنا قلنا. يعني انا ممكن احط فيه اه احط فيه زي ما احنا قلنا ايه? نصوص وحركة. تمام? وزيما اه طيب انا بفتح البرنامج ازاي? بفتح البرنامج من على الجهاز بتاعك. اه برضو قلنا بتضغط على قائمة اللي هي انت اول ما بتفتح الجهاز بتاعك بيديك اه اه الشريط ده من تحت خالص. بيديك في الايكونة دي. الايكونة دي اسمها قائمة ستارت. بتضغط على قائمة ستارت دي بيديك اوامر. تانيك بقى بالسكرول اه بتاع الماوس كده تحرك تحرك لحد ما يديني كلمة باور بوينت ده البرنامج. تمام? اه بضغط على كلمة اه باور بوينت زي وبيتفتح البرنامج زي ما هتشوف. تمام? طيب اول ما بفتح البرنامج بيديني الشكل ده. تمام? اديني الشكل ده هختار منه حاجة اسمها بلانك بريزنتيشن. يعني انا عايز عرض فاضي. كلمة بلانك معناها فاضي. يبقى انا لما ضغطت فتحت البرنامج ظهرت لي الشاشة دي. من الشاشة دي هختار حاجة اسمها ايه? بلانك بريزنتيشن يعني عرض تقديمي فارغ. تمام كده? طيب. تعالوا برضو نشوف هنفتح ممكن نفتحه ازاي? ممكن نفتح برنامج باور بوينت ازاي? اه اه هنشوف دلوقت في الاخر زي ما انا حطولك كده. اه 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 اعمل فيديو. شرحولك فيه التفاصيل بتاعة برنامج الباور بوينت. طيب. اه انا فتحت برنامج الباور بوينت. خلاص وقلت له انا عايز عرض فاضي بلانك بريزنتيشن. المفروض هيديني الشاشة دي. تمام? دي الشاشة اللي انت بتعمل بيها بتعمل من خلالها العرض بتاعك. بيديك شاشة كده. وبيديك صفحة. الصفحة دي. هي دي اللي بتا بتعمل فيها العرض بتاعك. وبتقدر تضيف صفحات دي اسمها سلايد او شريحة. يبقى انت بتكتب العرض بتاعك او بتصمم العرض بتاعك من خلال مجموعة من الشرايح. مش شريحة واحدة يعني هو بيديك انا اقول ما فتحته. وقلت له بلانك بريزنتيشن اداني شريحة. طب انا ممكن اضيف شريحة تانية او زي ما انتو شايفين كده. هقول اه اه نيو سلايد. تمام? يبقى انا دلوقتي ادي شايفة كده اه مش انا قلتلكو المايكروسوفت عمتا بتديني من فوق كده نفس الشكل شريحة العنوان وشريحة القوائم. دي في مجموعة اوامر بتساعدك اثناء شغلك في برنامج الباوربوينت. تمام? طيب انا عايز اعمل العرض بتاعي على حسب بقى انت عايز تحط المحتوى بتاعك في كم شريحة. فبتبتديه في شريحة هو اول ما بيديك بيديك ايه الشريحة? الشريحة دي هي المكان اللي انت بتعمل فيه العرض بتاعك. تمام كده? طيب انا دلوقتي مسلا بص كده معي. ادي الشريحة. انا هنا مسلا زي ما انتو شايفين ايه الشريحة هي عبارة عن ايه? ادي كده انا حطيت ايه اتنين تلاتة حطيت تلاتة يعني انا ضفت ادي من هنا من نيو سلايد ضفتت واحدة ومن نيو سلايد ضفتت التالتة. يبقى انا ضفت ايه? تلات شرايح. على حسب المحتوى بتاعك اللي انت عايز تحرده. تمام? انا هحط في في السلايد الاولانية ايه او في التانية ايه او التالتة ايه? ايه الشريحة دي? هي صفحة? الصفحة دي. الصفحة دي اسمها شريحة. بتحوي النصوص بتاعتك والصور. الكتابة اللي انت عايز تكتبها والصور بتاعتك اللي انت عايز تحطها. تمام? طيب يبقى برنامج الباور بوينت او العروض التقديمية برنامج بيساعدك في عرض محتوى للاخرين. العرض ده اللي انت بتعرضه ده بتعرضه من خلال ايه? من خلال مجموعة من الشرايح. انت اللي بتحط على حسب المحتوى بتاعك. انت هتضيف اتنين تلاتة اربعة عشرين مية على حسب ما انت عايز. طيب زي ما انتو شايفين دي الشريحة اللي انت بتايه? بتحط فيها المحتوى بتاعك. طيب ده انتو بصوا كده للناحية دي. بصي بيقولك ايه? في الجزء الايصر من الشاشة انا فتحته. في الجزء الايصر من الشاشة انا حتى تلات شرايع. بيديني صورة مصغرة لكل شريحة. زي ما انتو شايفين. الهدف منها ايه? المعاينة. يعني هو كده بيحط ادي مثلا انا في الشريحة الاولينية انا واقف عليها. فهو حطيتلي صورة مصغرة ليها. ومديني صورة مصغرة للشريحتين التانين. فضينا انا لسه ما حطيتش فيهم حاجة. يبقى لما انت بتشتغل في برنامج الباوربوينت بيديك الصفحة اللي هي اسمها السلايد او الشريحة اللي انت بتحط فيها المحتوى بتاعك. وعلى الجانب الشمال بيحطي لك ايه? صورة مصغرة للشرايح اللي انت حطيتها بالاي عدد بقى. تمام كده? بالهدف بيبقى الهدف منها الايه? المعاينة. اهو دي برضو ايه? يعني انا مسلا حطة هنا ايه بصه? التلاتاشر واربعتاشر وخمستاشر وست ده انت ممكن تحط عدد من الشرايح زي ما انت عايز. ودي المحتوى بتاع اللي انا كتباه. يعني انت بتحط محتوى هنا والمحتوى بتاعك ده بيظهر بصه كده هي دي الشريحة اللي انا وقف عليها عشان كده متحددة. ده المحتوى بتاعها ظاهر هنا. فبيحطي لك الشرايح هنا كمعاينة. تمام? يبقى ده برضو ايه? شكل من الاشكال الشرايح اللي ممكن يتعرض لك بيها المحتوى بتاع. طيب. اضغط على شريحة جديدة. طب انت ممكن تضيف شريحة باكتر من طريقة. هنروح لقايمة اللي اسمها هوم دي. وفيه عندي فيه عندك ممكن تختار ايه? ادي قايمة اه نيو سلايد. تمام? نيو سلايد دي. اه معناها اضيف شريحة جديدة. طيب. الشريحة الجديدة اللي انت بتحطها ممكن تبقى فاضية. او ممكن انت عايش شريحة تكتب فيها عنوان. لأ ده انت عايش شريحة تكتب فيها عنوان وتحط صورة. لأ ده انت عايش شريحة تحط فيها عنوان وتحط صورة من ناحية دي وتحط كتابة ناحية دي. لأ ده العكس انا عايز احط صورة من ناحية. يبقى فيه مخطط كده. بيبقى هو جاهز عنده وانت بتختار بينه هي الشريحة اللي انت عايز تحطها شكلها هيبقى عامل ازاي انت تحطها فاضية وتزبطها زي ما انت عايز ولا عايز انت تجاهز المحتوى التخطيط بتاعها فباجي عند كلمة ليه اوت هنا بضغط عليها هو بيديني المخطط للشريحة اللي انا عايزه والمخطط على حسب الشكل اللي انا عايز اظهر بالشريحة بتاعتي باختوره انا عايزها اكتب فيها عنوان بس انا عايز اكتب فيها عنوان وحط صورة انا عايز اكتب فيها عنوان وحط صورتين انا عايز اكتب عنوان وصورة وجنب الصورة كلام لا هنا العكس وهكذا تمام لان عايزها فاضية خالص بلنك يبقى على حسب اضافة عايز الشريحة اللي انت عايز تحطها بتختار ليه اوت معناها التخطيط بتاعها يعني هي هتظهر بانهي شكل تمام طيب لو انت عايز تكتب انا مثلا جيت للشريحة الفاضية دي وعايز اوريك مثلا ازاي هكتب انت كنت مختار شريحة هتخط فيها عنوان هو بيبقى مديك اللي هو الصندوق الصندوق النص ده وبيقول لك اضغط هنا عشان تكتب طيب انا هقوم ضغط ضغط هنا يعني اضغط هنا علشان تضيف عنوان وبعدين هبدأ بقى اختار نوع الخط اللي انا عايز اكتب به هو فيه انواع خطوط اه ودي احنا خدناها لما كنا بنعمل بوستر للمرة اللي فاتت والتلك فيه انواع متحددة للخطوط وفيه انواع بتختلف حسب الخط اللي انت هتكتب به عربي او انجلش تمام زي مثلا فينا فيه كلمة ابجد هوس كده ده معناها ان الخط ده لو انت اخترته الخط ده نوع خط بس انت هتكتب عربي تمام انا مثلا لو هكتب عربي هختار من النوع ده لو هكتب انجلش يبقى انا هختار من اللي جنبيه نوع الخط اللي هو كلمة الانجلش هيدنج او بادي او كده تمام طيب بتختار بقى حسب نوع الخط اللي انت بتبقى عايز تكتب به بعدين بتبدأ ايه تكتب على حسب ما انت عايز تمام طب هو انا ممكن اعمل ايه كمان في العرض بتاعي غير ان انا غير اعمل احط نص وغير التخطيط بتاعه وابدأ بقى ايه احط مؤسرات بصرية اضافة بصريات ومؤسرات يعني ايه اضافة بصريات ومؤسرات مؤسرات مثلا هي ممكن تكون الحركة انا زي ما انتوا شايفين كده انا مثلا جيت ضغطت ضغطة كده ايه ده ده بدأت الحاجات اللي تظهر بتظهر بحركة هو انت ممكن تعمل اه طب بنعملها ازاي طبام ده كمان ممكن تضيف صوت البصريات اللي هي الحركة دي المؤسرات ان انت ممكن تحط للشريحة بتاعتك كمان صوت الصوت ده بيبقى على حسب لو انت هتتكلم ما تحطش صوت لو انت مثلا عايز تشغل الباور بوينت ممكن تكون مسجل صوتك والصوت بتاعك تحطه فيبدأ الصوت بتاعك يشتغل مع الباور بوينت بتاعك تمام طيب يعني ايه اضافة حاجة اسمع انت انتقالات او بصوا كده انتوا زي ما انت شايف كده انا بتنقل لك بصي كده بصي انا هوريها لك دلوقتي انا مثلا في الشريحة جيت هتنقل من شريحة تانية انا عايز وانا بتنقل من شريحة للتانية يبدأ يعملي حركة او شكل تمام دي بجيبها منين فيه فيه قايمة عندي هنا اسمها الترانزيشن بضغط عليها واختار حركة معينة الحركة دي هتتطبق امتى لما جتنقل ما بين الشريحة والتانية يعني انا مثلا كتبه في شريحة محتوى وعايز اتنقل للشريحة خلصت هنا مثلا انا خلصت لكم المحتوى ده وعايز اتنقل للشريحة التانية عايز وانا بتنقل للشريحة التانية يحركة كده تظهر حركة تجزب الايه تجزب الناس اللي بتتفرج على العرض بتاعي تجزب انتباهه تمام كده دي منين من قايمة الترانزيشن فهو بيديك اشكال متعددة للترانزيشن او المرحلة او الشكل اللي انت عايز وهو بيتنقل من المرحلة للتانية تختاره ودي برضو أنا عم رهيلك هنشوفها دلوقتي طيب الحركة بقى زي ما أنتوا شايفين كده أنا مثلا ضغطت أم الكلام ده ظهر بحركة معينة طيب الحركة زي هجيبها منين في قايمة تاني عندي اسمها animation تضغط على كلمة animation وتختار الحركة دي كلها أشكال للحركات على حسب ما أنت إيه ما أنت عايز ده أنا ممكن أحط صورة آه إدراك صورة طبعا الصورة زي ما إحنا قلنا لما أنت تيجي تعمل بوستر لما كنا بنعمل بوستر لما تحط صورة بيبقى أفضل لأنه بي الصورة بتعبر عن الكلام من غير ما تتكلم طب أنا ممكن في العرض بتاعت دي زي ما أنا ضيفة لكم كده أنا مثلا كتب كلام وحطة لكم صورة للحاجة اللي أنا عايز أقولها لك فأنت ممكن في برنامج الباور بوينت تضيف صورة منين من قايمة اسمها insert ودي بتختار picture وبتختار الشكل بتاعتك اللي أنت عايز تحطها ده كمان ممكن إيه بقى أنا هرسم صورة ببرنامج الرسام واجبها هحطها في الباور بوينت دي صح آه يمكن إدراك صورة أنشأتها من خلال برنامج آخر يعني هدخل على برنامج الرسام وعمل صورة وبعدين أخدها هحطها هنا ينفع آه ينفع يبقى أنت كمان في العروض ممكن تحط صور طيب في الآخر بقى عايز تعمل عرض زي ما أنتوا شايفين كده أنا عرض لكم الشرايح بتاعتكم والتصبيت والوقت وكل شرايحة هتاخد وقت قد إيه وتتعرض قد إيه وتخرج بعد قد إيه طب أنا عايزها تشتغل لوحدها ولا ما اضغط على الماوس الحاجات دي كلها بتزبطها من قيمة اسمها سلايد شو تمام وطبعا أنت ممكن تضغط على إف خمسة في الآخر هتلاقي الشو أو العرض بتاعك ده بيشتغل لوحده تمام لو أنت أنت خلصت بقى وعايز تعرض المحتوى للناس بتضغط على كلمة اللي بتضغط على الكاس دي اللي هي إبدأ أو بنضغط على سلايد شو وبعدين أو بضغط على من لوحدة المفاتيح على أمر اسمه إف خمسة تمام طيب قبل ما نوريك بقى احنا ممكن نستخدم إزاي الباور بوينت لازم وانت بتعمل العرض بتاعك في مجموعة من أو التعليمات اللي تتبعها لازم تجنب الفقرات أو الجمل الطويلة ما تكتبش جملة طويلة الجملة طويلة هتتوه اللي قدامك هاول تختصر التحقق من أن يكون نوع الخط وحجمه مكرقين دايما تشوف الحجم الخط اللي انت هتختاره لا يبقى صغير زي ما احنا قلنا ما يتقريش ولا يبقى كبير قوي يبقى حجم خط إيه وسط استخدام صور ذات صلة يعني أنا مثلا بعمل لك بوريك مثلا موضوع عن الحيوانات فهستخدم صور الحيوانات مش هجيب إيه صور ما لها الصلة دايما أستخدم صورة ليها صلة بالموضوع اللي أنا إيه اللي أنا بعرضه طمام طيب تعالوا نشوف أنا هو دلوقتي شغلنا برنامج إيه الباور بوينت شوف بفتحه إزاي يعني هو دلوقتي برنامج الباور بوينت زي ما انت شايف أهو هبدأ أفتح آه دي ضغطنا على قيمة ستارت بضغط على الباور بوينت آه ده الجهاز بتاعي وقل له بلانك بريزنتيشن بدأ يفتح آه تمام أنا إيه يعني احنا هنعمل كل حاجة آه دي دي آه لما بيفتح بيديني شريحة فاضية سلايد دي اللي انت بتعمل فيها المحتوى بتاعك تمام ممكن من هنا من يو سلايد تضيف شريحة تانية وتختارها مثلا بلانك فهتبدأ تضيف شريحة أو اتنين على حسب ما انت عايز تمام طيب أنا اضيف ممكن تاني ازاي بروح لقيمة برضو يعني انت في في الكمبيوتر ممكن تعمل الامر باكتر من شكل يعني ممكن من هنا ممكن من هنا اضيف زي ما انا عايز ايه شريحة أنا بدأت حطيت ايه ثلاث شرايح انت بتحط السلايد او الشرايح على حسب المحتوى بتاع طيب أنا حطيت مثلا الشريحة التانية دي عايز اغير التخطيط بتاع يبقى هنختار من ليه قوت فببدأ اغير التخطيط يعني الشكل بتاع الشريحة اللي انا عايز تظهر به فبختار الشكل بتاع الشريحة اللي انا عايزه تمام اهو بصوا كده يبقى انا اخترت تخطيط كل شريحة على حسب انا عايز هيظهر فيها ايه تمام هاجي عند الشريحة الاولانية بقى عايز اكتب فهو بيقول لك click here to a to type فهبدأ بقى اكتب ضغط بالماوس وبدأت اختار بصوا كده نوع الخط شايفين ادي ابجة ده هاوز لو خط عربي والباقي ده انجليش فانت هتختار نوع الخط اللي انت عايز تكتب به العرض بتاعك فهبدأ اضغط على النوع الخط اللي انا عايزه وابدأ اكتب عادي من لوحة المفاتيح واختار من هنا كمان حجم الخط تمام وابدأ اكتب عادي بقى شوف انا عايز اكتب عربي او انجليش وابدأ اكتب عادي من لوحة المفاتيح تمام بابدأ اكتب بكيبورد عادي الكلمة اللي انا عايز اكتبها انا مثلا كتبت كلمة كات ده انا كمان ممكن اغير لون الكلمة بحددها كده واختار اللون اللي انا عايزه تمام ده حاجات ممكن بتزبط فيها الشغل بتاع طيب ده اللي هي الشريحة الاولانية انا مثلا عايز عايز بقى في الشريحة التانية او انا قلت له هنا عايز احط صور فممكن بقى هنا تضيف صورة ممكن تضيف ايكون ايكونة زي ما قلنا احنا ممكن نضيف انا هنا دلوقت مثلا عايز احط صورة فبدأت ضغط على الايكونة اللي من خلالها ها اضيف صورة ودي كمان حاجات صور تانية اللي مثلا لكلاودز لأو الدور يعني خارج المنزل للتعلم للارت الرسومات تمام انا هاختار الصورة اللي انا عايزها تمام وابدأ اقول له انسورت فهيبدأ يجيب لي الصورة اللي انا عايز احطها انا اخترت دغط على دي فقال لي فقام جاب لي صورة مين الصورة اللي انا عايزها اخترت صورة القطة دي فبدأت احط الصورة تمام طب يبقى انا دلوقت كتبت مثلا في الشريحة الاولانية في التانية انا كنت اختار ان انا عايز احط الصورة في التالت انا قلت له عايز احط ايكون ايكون تمام فهبدأ مثلا اختار ضغط على الرمز ايكون وبدأت اختار الايكون اللي انا ايه اعايز احطها برضو اكبر وصغر فيها وحطها في المكان اللي انا عايز ايه احطها فيه تمام يبقى دية ايه الطريقة اللي انا اه بضيف فيها شرايح اه شفت بكتب ازاي شفت بحط صورة ازاي شفت بحط ايكون ازاي ممكن احط بقى شيء ممكن احط ازاي ما انا عايز ازاي ما انا عايز تمام طيب دي التلت انا مثلا العرض بتاعي هو ده العرض انا خلصت العرض بتاعي ده انت كمان ممكن تحط دي بس دي تغير مثلا لون الخلفية بتاعت الشريحة بتاعتك وممكن تحط ها صورة زي ما انت عايز ولون لا انا مثلا عايز لون فغير لون مثلا الشريح بتاعتي تمام فبدأ تغير اهو بدأ تغير الالوان بتاعت كل الشريحة من الشريح بتاعتي تمام اخترت اللون اللي انا عايزه فبدأت ايه لونت كل الشريحة باللون اللي انا عايزه طيب اه تعالوا بقى نشوف الترانزيشن دي هو ازاي انا عايز لما يتنقل من كل الشريحة والتانية يبقى فيه شكل او حركة كلمة ترانزيشن يعني انتقالات تمام طيب انا عايزها وهو بيتحرق من شريحة للتانية مثلا يبقى فيه شكل كده اهو يعني هو مثلا يخلص الشريحة الاول يروح للتانية هيعمل الشكل اللي انتو شفتو ده تمام طيب الشريحة التانية للتالتة نفس الحكاية طيب انا هقوم ايه فبدأ ايه زي ما انتو شايفين برضو يتطبق على الشرايح ما بين الحركة من كل ايه شريحة والتانية تمام اهو ده ايه بدأ اهو اما عملت بدأ يتحرك من كل شريحة والتانية وبدأ يجيب لي اللي هي الترانزيشن اللي هو كل ما يتحرك من شريحة للتانية بيعمل هالي ايه على بيعمل الترانزيشن اللي انا طلبته ايه اللي انا طلبته منه تمام طيب ده كان الترانزيشن تعالوا نشوف الانيميشن كده انا مثلا عايزة كلمة كات دي احركة تمام يبقى هنجيب لها حركة حركة يعني انيميشن ضغطت على انيميشن اداني بقى اشكال النجوم النجوم دي اشكال الحركات انا هاختار الشكل اللي انا عايز كلمة كات دي تظهر به تمام فببدأ اختار الشكل من هنا اللي انا عايزه واشوف كده هيعجبني عجبني خلاص تمام برضو الصورة وممكن اعمل انيميشن للصورة او ممكن اعمل انيميشن للصورة زي ما انتم شايفين برضو نفس الحكاية هبدأ اختار الشكل اللي انا عايزه وببدأ ايه اجربه خلاص ده عجبني تمام كده وهكذا تمام يبقى انا بدأت ايه اخترت الانيميشن والشكل بتاعي والحركة تمام وانت يبقى احنا كده شفنا ازاي برنامج الباور بوينت من خلال برنامج الباور بوينت انا ممكن اعمل عرض اختار عدد من السلايز الشرايح واكتب محتوى وحط صور حط زي ما انا عايز ده مثلا الجهاز بتاعك بتبدأ تفتح الحاجة اللي انت عايزها وبتبدأ تشتغل زي ما انت شايف اه وده اه 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 بتحط بقى عدد شرايح زي ما انت عايز بتحط صور زي ما انت عايز بتعمل بتعمل بتحط صور وهكذا ده كان اه برنامج الباور بوينت وشفنا ازاي ممكن من خلال برنامج الباور بوينت اعمل عرض وزبطه اه اه بالشكل اه اللي انت شايفه زي ما انتوا شايفين كده اللي انا بعرضه لكم في في الجلسة بتاعتك دي معمول باستخدام برنامج الباور بوينت تمام طيب تعالوا بقى نشوف الاسئلة الخاصة بيه البرنامج اهو الحركات دي حركات انا انا مختراها عكرة المزيد تمام طيب تعالوا نشوف لتقديم افكارك التي توصلت الى انا عايزة مسلا اعرض افكاري بشكل يتميز بحط صوت وحركة تمام باستخدم مين الاوفيس ولا الرسام ولا الزوم ولا باستخدم برنامج ايه برنامج العرض التقديم اللي هو زي برنامج الباور بوينت نقط هي صفحة بتحتوي على نصوص وصور خاصة بيه الصفحة اللي انت ممكن تحويلوحة ولا مستند ولا ملزمة ولا شريحة اه احنا قلنا او الشريحة يعني مثلا المحتوى اللي انا عرضه لكم ده دي اسمها سلايد او شريحة تمام فهي صفحة بتحتوي على نصوص وصور خاصة بيه تمام يبقى الاجابة الشريحة يستخدم برنامج الباور بوينت لتصميم العروض التقديمية انا وانا بعمل عروض تقديمية برنامج الباور بوينت ايه اللي انا ممكن استخدمه ها ممكن احط نصوص تمام وممكن احط رسومات متحركة وصور يبقى الاجابة ممكن الف وب لان انا ممكن اكتب وممكن احط رسوم متحركة وصور يبقى الاجابة الف وب لاضافة صور انا عايز احط صورة في العرض بتاعي في عندي قائمة كده فاكرينها اللي هي قائمة اسمها ايه ادراج تمام طيب الاسئلة بقى الصح والغلط برنامج الباور بوينت يستخدم لتصميم عروض بحط فيه نصوص فقط زي ما انتم مثلا انا مقدم لكم هنا انا ما حتطلقش صور احنا طبعا قلنا برنامج الباور بوينت بحط نصوص وصور ورسوم متحركة واصوات يبقى الاجابة غلط لا يمكن ادراج الصور التي قمت بانشاءها من خلال برنامج اخر في العروض التقزيمية الخاصة بك في برنامج الباور بوينت طبعا لا انا ممكن في برنامج الرسام ارسم صورة والصورة دي احفظها وبعدين احطها في برنامج الباور بوينت في العرض بتاعي يبقى انا ممكن انشئ صورة في مكان تاني واستخدمها في برنامج الباور بوينت يبقى الاجابة غلط على الجانب الايصر من شاشة الباور بوينت يعني مثلا لما فتحنا الباور بوينت ووريتك الناحية الشمال كده كان فيه ايه هنا هنا كده في النص هنا فيه الشريحة بتاعتك اللي انت شغال فيها وفيه في الجانب الايصر مجموعة من الشرايح كمعاينة تمام يبقى احنا قلنا في الجانب الايصر بنشوف معاينة لكل الشرايح اللي انت اخترتها او اللي انت عملت لها او انشاء يبقى صح الشريحة هي صفحة صفحة بتعرض فيها محتوى بتاعك من النصوص وصوى صح ولا غلط ايوة انا دلوقت مسلا دي شريح عرض لك فيها نصوص وممكن كمان احط لك فيها صوى يبقى الاجابة صحيحة تمام وبكده نكون خلصنا الدرس السابع والدرس التامن من المحور الرابع وبكده نكون خلصنا منهج الترمي التاني وان شاء الله المرة الجاية بازن الله هناخد مراجعة المحور التالت احنا قلنا في الترمي ده في محورين التالت والرابع ان شاء الله المرة الجاية او الجلسة الجاية ان شاء الله هراجع فيها هحط فيها اسئلة كتير كمراجعة للمحور التالت وهنحلها مع بعض تمام على اساس يبقى تدريب للمحور مع تمانياتي لكم بالتوفيق وشوفكم على خير المرة الجاية وكل سنة وانتوا طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته